مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية ومعنا دلوقتي مع فقرتنا الرئيسية اليوم وكما نأوهنا في البداية في المقدمة هو الحديث حول التخاطب والتخاطب أهميته أنه هو بالفعل هو الوسيلة التي يتواصل بها الأفراد في المجتمعات المختلفة وله مفاهيم وله أبعاد وله أسس يمكن بيتختلف من مجتمع لآخر هنتكلم عن التخاطب ويمكن هنعرض في حديثنا للحديث عن التخاطب والتعليم التخاطب بالشكل السليم للأطفال ومن ثم بيبقى البداية صحيحة وبعد كده بتيجي الخطوات اللي بتؤدي إلى مصار أكثر صحة في عالم التخاطب مشعدنا نكون معنا في هذه الحلقة دكتورة رانا سعد استشاري أمراض التخاطب كلية طب جامعة الأزهر أهلا بك معنا دكتورة أهلا بحضرتك كل سوء حيك طيب أفهمتك وحيك طيب أهل الرسال دكتورة بداية كده يعني في كلمة لزيزة أو في بداية المقدمة اللغة هي المراكب التي تنقل المفاهيم والأفكار والمشاعر والأحسيس الإنسانية ده السلوجن أو العنوان الرئيسي لموضوع اللغة ومن ثم التخاطب طيب أقول لحيك حاجة أنا عشان أقول أجي لحضرك وأقول لك صباح الخير أو أقول بنصبح مثلا عليك يبقى أنا لازم هستخدم لغة معينة لو أنا في مصر مثلا هنا أو في بلاد العربية هقولها بالعربي لو أنا في أي مجتمع آخر بيتكلم بلغة تانية يبقى أنا هقولها بلغة تانية فأول حاجة في التخاطب أول حاجة أن أنا بدخل أقول رسالة ممكن أجي الحقيقة أقول لك إيه معلش أنا مثلا عايزة كباية مي يبقى حطلب طلب ممكن الحقيقة أقول لك إيه أنا معترضة على واحد اتنين تلاتة إبداء رأي ففي حاجات كتير جدا جدا التخاطب بيقدمها إبداء الرأي الاعتراض الاعتذار تبادل مشاعر أنت جميلة النهاردة أنا بحبك قوي أنت ابني المفضل أيا كان الكلام هو وسيلة أن أنا عايزة أقول إيه وكمان أنفذ لحضرك طلباتك لو أنا فهم الكلام ده وكمان أقدر أن أنا أعدى في محاضرة بعمل محاضرة عن مادة علمية فإذا هو وسيلة كمان للتعلم مش مجرد تبادل أفكار وتبادل مشاعر هو يعني يعتبر الوسيلة الأولى للتعلم غير اللي بنسميها المعالجة البصرية المعالجة الكلامية هي أول أسلوب للتعليم وأول أسلوب لتعليم الأطفال هو الكلام طب في مرحلة ما بيبقى ما فيش قدرة على الكلام بيبقى فيه بقى أساليب للتخاطب غير الكلام خلينا نقول إن إحنا مثلا بالنسبة للأطفال ودي حاجة خاصة بالأمهات إن لو أنت أم الأول مرة الطفل المعتاد إن هو بيبدأ كلامه في سن سنة إلى سنة ونص ولكن قبل سنة إلى سنة ونص وفي صوت تاني تقول لك لا في حاجة وجعاه وفي صوت تالت ده مبسوط فإذا ربنا خلق لنا وسائل مختلفة كتير جدا قبل مرحلة الكلام برضو عشان نتواصل وعشان نتفليوت طبعا الأم بتعرف المعالي دي فطري بشكل فطري هي الأم الأول مرة بتبقى مش فاهمها قوي إنما الأم التاني مرة بتبدأ تفهم لا ده السرخة دي سرخة مغص السرخة دي سرخة جوع وهكذا وساعات الأم الأول مرة بتبقى سبحان الله بالفطرة بتبقى فاهمة يعني خلاص الرابط ما بين الأم والطفل ده رابط غريب يعني ما لهش كتالوج زي ما بنقول يعني مختلف فربنا برضو خلق لنا الأصوات وهي برضو إن الأحبال الصوتية بتتحرك ويطلع أصوات مختلفة بكاء منغاء حروف جنب بعض كلمة يعني زي ما نقول مش واضحة وبيتبقى دي وسيلة إن الطفل يعبر ويستقبل يستقبل ويعبر في موضوعك مش عايف بقى موضوعنا لا لا بس هو بيبقى مفت للنظر أو بيبقى لطيف للا أطفال هم نايمين بيدحكوا بيدوا تعبيرات كده معينة دي ليه علاقة بإيه يعني هل هم وبيحلاموا مثلا شايفين حاجة بدعاكم ولا دي حاجات مثلا إيه طبيعة في أثناء النمو وفي حاجات معينة بتحصل في الجسم أو في الوجه أقول لحاجة حاجة هو طبعا عالم الأطفال مجهول يعني مازال مجهول وزي ما بنقول إيه إن المخ البشري ده حاجة مجهولة يعني مهما الأبحاث العلمية قالت لا ده فيه عرفنا كذا وعرفنا كذا ما زال هو صندوق مقفول مجهول هو سر من الأسرار فالكلام اللي بيتقال إن الطفل لما بيبتسم هو بيجيله أحلام بيجيله تذكر زي كبير ولكن تعبيراته أعلى يعني الكبير مثلا لو شاف حلم مش مش لطيف فهيقوم مش هيعايت غالب الأمر مش هيعايت أو مش هيسرخ ولو إنه بيحصل لو شاف حلم لطيف ممكن يتكلم هو نايم فده بيحصل مع الأطفال بس بصورة مختلفة هي هو بناء آدم بس بصورة مختلفة بصورة إيه مرحلة النمو يا ما زال في مرحلة النمو فبتلاقي برضو التعبير أثناء النم بطنه وجعاه دوارد الأطفال صعب تصب مغز فبيبقى بالليل أثناء النم وشه ممتعد أو بيعايت وهو نايم لسه مصحيش فبتبقى تعبيرات برضو عن ألام جثمانية حسيس جثمانية أو أحلام أو كوابيس ممكن دوارد دكتورة أساليب التخاطب مختلفة طبعا يعني ما مش تخاطب كلام بس ولا تخاطب كلام بس هقول لي حاجة حاجة هو عالم التخاطب في الأساس اتعمل عشان علاج المشكلات بتاعة التخاطب عشان علاج يعني دايما الشغل بتاعنا بيبقى بيبقى للأطفال أو الكبار اللي متأخرين في الكلام أو المتأخرين في المعلومات أو المتأخرين في الفهم أو مثلا الأشخاص اللي مصابين بتلعسهم أو تهتعف الكلام مصابين بخنف أو مصابين باللدغات مختلفة دو برضو مشكلة ده مشكلة كبيرة ده مشكلة مختلفة فبالتالي بتلاقي إن عالم أمراض تخاطب في الأساس هو علاج للمشكلات دي كلها علاج لكل المشكلات دي طيب همتا أقول إنه الطفل ده تآخر في التخاطب أو التخاطي؟ هقولها حيك حاجة هو دايما في الكتب بيتقال إنه فيه مقولتين مقولة اللي هي الأساسية إنه طفل بيتكلم في سن سنه إنه هو حيطفي الشامعة بتاع تعيد ميلاده حيقوم يخطي أول خطوة حيتكلم أول كلمة بعد السنة في سن سنة كل ده في سن سنة الدنيا اختلفت شوية واستخدامنا للأجهزة الإلكترونية والموبايلات والآيباد وي 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 جايز رحلت المرحلة دي شوية يعني أنا كنت معتقد أنها بكرت لا رحلت أخرت أخرت لأن الطفل هو منشغل جدا بالجهاز فهو يعني مستقبل بس فيش إرسال نظرا لعدد ساعات الكتير اللي بنقضيها قدام الموبايل حتى إحنا ككبار لما نعود على الموبايل بنبقى قاعدين في حالة صمت فالطفل كذلك فالطفل طول ما هو ما بيحاولش يتكلم طول ما هو ما بيحاولش يرسل رسالة فيستقبل رسالة من الناس المحيطة به حتلاقي إن هو كلامه ومعلوماته اللغوية تتأخر جايز معلوماته في الأجهزة الإلكترونية تعلق جدا قوية جدا قوية جدا إنما على مستوى اللغة لأ اتأخرت فبدأوا يكتبوا في الكتب إن الطفل ممكن يقول الكلمة الأولى بتاعته في سن سنة ونص فاتأخرت ترحالة ست شهور وده رقم كبير وكده برضو احنا في المعدل الطبيعي وده الرينج العادي بتاعته الوقت ده معدل الطبيعي الفترة اللي احنا فيه يعني الأم ما تقلقش لحد سن سنة ونص بس بشارت مش كل طفل ما بيتكلمش عند سنة ونص يوقف الإطار الطبيعي يعني فيه جايد لاينز كده عندنا تقول الطفل ده حيتكلم ولا متأخر هتفرق بقى هنا الأم الأول مرة أو الأم الثاني مرة الأم الأول مرة تقولك هم بيتكلمش ده إما تيجي تشتجي تقولي إيه أنا إيه بني ما بيتكلمش الأم الثاني أو ثالت مرة تيجي تقولي إيه هو ما بيتكلمش بس أنا كمان مش حاسة أنه فهمني قوي يعني حاسة أنه هو إيه بتديله أوامر بينفزش تقولي لا بينفز بس مثلا نسبة قليلة قوي قوي من الأوامر بينفزها فأنا مش حاسة أنه زي أخو أنا حاسة أنه هو معلومات وفهمه أقل شوي الإدراك بقى الإدراك نفسه فده اللي بيفرق أن الطفل أن أسيبه ولا ما سيبهوش يعني أنا ممكن عندي فترة سامح دلوقتي بنقول أهالي ما عندناش أزمة لحد سنة ونص ممكن أوكي تسيبه ما يتكلمش بس اللي ما ينفعش أن أنت تسيبه لو حاسس أن إدراكه قليل أو حاسس أن استجاباته ليك قليل طب إيه الأمر مع طفل برضو إدراكه يعني إيه الأمر اللي أنا لو ما عملوش أحس أن إدراكه قليل خلي بالحق من حاجة طالما الطفل ماشي طالما ماشي على رجله في سن سنة اللي هو السن الطبيعي لازم حيبقى عارف أن ده سمسرير ودولاب ولمبة ومروحة وتكيف وموبايل حيعرف كل ده في وسيلة أخرى زي ما بكنا بنقول إيه من شوية أن إحنا الأصفال بتتواصل بالإيه بالأصوات في السن ده الأم ممكن تديله أردرات روح حكي المفتاح روح حكي الموبايل طيب بص خلي بالك مثلا إيه لحس أن وإنت ماشي حتتخبط في راسك وطي راسك لو هو فاهم وطي راسك وإنت معدي من تحت دي يبقى هو فاهم كلمة وطي وراسك وتتخبط وخلي بالك هو فاهم عنده حصيلة لغوية مفهومة صحيح ما بيستخدمهاش إنما في حصيلة موجودة فإحنا دلوقتي ملزومين بإيه الطفل ده عنده حصيلة لغوية ولا ما عندوش ولو عنده هي مناسبة لسنه ولا مش مناسبة وطبعا ده مش دور الأم هي دور الأم بس الملاحظة ملاحظة واكتشاف هي لازم تكتشف لأن هي لو ما اكتشفتش خلاص الطفل ده فقد يعني مزت ما بقاش من الحالات اللي إيه اللي حيتم علاجها لا أكيد في علاج طبعا ما هو ولو الأم ما جابتوش يبقى إحنا ده طفل مهمل يعني ممكن يقعد بقى سنين إحنا بنشوف حالات في أمهات بزي يعني سنة خمس وست سنين ما بيتكلمش آه طبعا كتير وبعدين بتقول يعني إن جرانها قالوا لها إن عندنا شفنا أطفال كتير ما بتتكلمش آه مثلا نسعات حمات هتقول لها إحنا كان عندنا فعليتنا طفل ما بيتكلمش فدي مشكلة ودي بتبقى مشكلة فبالتالي الأم الأول مرة خلاص بتسكن بتنتظر لأ حماتي قالتلي لأ جراني قالولي لأ رايبي لأ لأ يا صحابي قالولي فبتاخد خبرة خطئة فبتنتظر لما بيجي سن التقديم للمدرسة سن الانترفيو أربعة مثلا أربعة وشهرين هتبدأ تروح مثلا مقابلة مدرسة فتبقى الوقت ما بيتكلمش اترفض آه فبتبدأ تتحرك بنانا على إيه على الرفض في الانترفيو يا متأخر الرفض في الانترفيو ودي كتير جدا جدا وناس متعلمة وناس مثقفة بس الحتة دي مش عارفانها الجزئة دي هو مش عارفانها وزي وزي أي كل الأمراض تتحرك فيها متأخر بيصعب العلاق طب عبد حاجة كل ما تبدأ بادري كل ما تخلص بادري يعني من بعد سنة ونص هي سنة ونص حاجة يعني أنا تتحركي بقى تتحركي على طول ما تستنيش أنت منتظرة إيه مفيش حاجة اسمها سيبيو حيتكلم المقولة دي حاجة كان زمان كان زمان مثلا من عشرين سنة أيوة فعلا ساعات كنا نسيب الطفل شوي ساعات كنا ننزلوا حضانة يتكلم طب أيوة بس ما كانش فيه الموبايز ما كانش فيه انشغال الأهل اللي موجود دلوقتي في حاجات كثيرة ما كانش فيه تدخل اللغات إن الحضانة بتعلم تلت لغات وهو أساساً اللغة الأمة عنده مش مزبوط ده بيعمل له مشاكل في التخص ده مشاكل زيادة فساعات الأمة تقول طب أوكي أنا هعمل زي ما جارتس يقلت لي ارمي ابنك في الحضانة وحيتكلم تقوم حطف الحضانة يبدأ يتعلم إنجلش وفرانش وجيرمن تفاجأ بإن الطفل بياخد كلمة من الشرق وكلمة من الغرب ومش عارف يقول جمل على بعض فتلاقي إن فيه مشكلة تانية ظهرت لها أنا مش عارف أخليه كلم إيه كلم عربي ولا كلم إنجليزي ولا كلم فرنسي ولا كلم إيه بالزبط فبرضو كل دي عوامل من العوامل اللي بتأخر الطفل مش بتحسينه طب موضوع التخاطب موضوع التخاطب والإدراك ده بيختلف من بنت الولد ولا هو طفل في النهاية هقول لحيك حاجة هو يعني عادة عادة أن البنات بتسبق في كل حاجة يعني هي حاجة كده قاعدة إن البنات بتسبق في الماشي بتسبق في الكلام بتسبق في التسنين بس برضو ما أقدرش أقول إن النسبة دي تخليني إيه أنا مثلا كأم الأول مرة إن أنا حستنى إن أنا جبت ولد لا يبقى حيتأخر لا يعني دي قاعدة برضو بلاش بلاش نر كان قوي لها وحتى كمان نصيحة في الماشي يعني ساعات الأمهات مثلا الطفل بيتأخر في الماشي ودي بنشوف إحنا كثير فبقول لها طب انت مختيش بالك إنه متأخر مثلا في الماشي تقول لي أصله سن مبادري أقول لها مالوش علاقة أصل الكالسيوم بتسحب السحب حارث كله لأخذ بالحاجة الكالسيوم بتسحب لسنانه ومش في رجله ما فيش الكلام ده جمع خالص في حاجة اسمها سن معين لكل حاجة لو السن ده بعد عن الطبيعي ابدأ يتحرك يا ما ينفعش الطفل عنده سنة ونص ما بيمشيش وإحنا ما تحركناش عشان هو سن مبادري فيه خلل فيه مشكلة فما ينفعش تستني أنت لازم تلجأي لطبيب العصاب عشان يكشف على الولد ده شوف هو تأخر ليه يعني الأزمة فيه قبل وقتنا بس مخلص عايزين يعني مش نصايح يعني الأم اللي عندها طفل هنتكلم على الأول مرة يعني إيه هي تعمله مساند خلاص إحنا عرفنا إن فيه تأخر في النقط أو تأخر فيه التخاطب الأم على إيه دور اللي تقوم بيه إلى جانب اللي بتقوم بالطبيبة أو الطبيب أول حاجة اكتشفتي أنت كأم اكتشفتي المشكلة دي مبكرا روحي على طول عشان تعملي حاجة اسمها تقييم تقييم ده أهم حاجة تقييم ده الفايصل الاختبارات ده الفايصل إن ابنك ما عندوش مشكلة بس ليزي شوية كسلان شوية ولا ابنك عنده مشكلة فأنتي لازم تبدأي تعالجيها ده أول حاجة عملتي الاختبارات ولقيت إن ابنك كسلان شوية بدأي تكلمي معه كتير وحدي اللغة يعني ما تبقيش أنت قاعدة في المجتمع العربي وتكلمي لغة تانية أجنبية وتقولي ده استعداد للمدرسة ده قمة التعطيل اللي هتحصل له مستقبلا تكلمي بلغة واحدة بس وحدي اللغة اللي انت بتكلمي ابنك بيها نمر اتنين قليلي استهلاك الشاشات الموبايلات والكمبيوتر وي 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 أصدقى الطفل اللي من سن السنة هيروح يتعامل مع الموبايل ده أولي حاجة ده بيحصل ده بيحصل ده بيحصل وهو خطأ طبعا وده غلط وده غلط على عينه وغلط على حواسه وغلط على مخه وغلط على حاجات كتير فما ينفعش إن إحنا نسيب الطفل يستهلك الجهزة الإلكترونية من بدري كمان قوي كده وعدد ساعات كبير جزئية تانية إن إحنا وين سيبتتكلمي عن الطفل اتكلمي عن الحاجة اللي قدامك يعني ماينفعش مثلا أقول له إحنا هنروح لجده بكرة إيه بكرة بكرة ده مش موجود دلوقتي إنما يلا نلبس عشان هننزل نروح لجده قادي منطقية يبقى حيفهمها فدائما نتكلمي عن الحاجة اللي قدامك اللي في إيدك الأنية اللي موجودة اللي ابنك شايفها لو هو شايف جده يبقى بتكلم عن جده تيتها غاية بأن أتكلم عن جده أولى فأنا لازم بتكلم حاجة اسمها The now وانظهير الآن وهنا الآن وهنا ده اللي بتكلم عنه مش عايز أتكلم عن حاجة مختفة طيب لو لقيت إن إنتي ابنك لأ عنده مشكلة فعلية وتحتاج لإيه لتدخل حقيقة ما تستنيش وتقولي إيه طب أنا هستنى فترة وهجرب أعود شوية في البيت وأرغي معاه زي ما تقال دلوقتي وهشوف الدنيا ماشي إزاي للأسف إحنا دايما بنقول إيه إن الشهر في عمر الطفل يعني سمين جدا الشهر معاكي بيفرق شهر التدريبات شهر جلسات التخاطب اللي حيخدها شهر جلسات تنمية المعارات اللي حيخدها حتفرق مع الولد ده كثير فأنتي ممكن تبيب تعطلي بالانتظار ونصيحة تانية برضو معلش ساعات إحنا كأمهات بنمر بمرحلة الصدمة مرحلة الصدمة دي هي في رأي عطلة لابنك هي مش حاجة جيدة جدا أنت مش عايزة يبقى ابنك متأخر أنت مش عايزة ما فيش حد عايز ابنه بقى متأخر ما فيش ولكن في حد خلاص أنا شفت إن أنا عندي مشكلة حجري يعالجها بسرعة فحاولي تتخلصي من مرحلة الصدمة اللي بتبقى موجودة عند أمهات كتير جدا جدا وبتعطل الطفل وبتأخر مرحلة علاجه بس عادة أو غالبا ولا في حوال كتير حدريك اختاري أي واحد فيهم إن اللي بيبقى عنده مشكلة في التخاطب في السن مبكرة الأطفال بيتخلصوا منها يعني بعد كده بصحك إحنا كل ما حنبدأ للولاد في سن بدري كل ما نتيجهم هتبقى أحسن لأن إحنا مشكلتنا في إيه إن الناس متخيلة إنه حيدخل ياخد جلسة حيطلع شكل آخر حيطلع برباند حيطلع حاجة تانية يعني أنا فكرة كويس من السنين طويلة فجدت أم الطفل يعني في قعدة ما هي قالت لي إيه حناخد كام جلسة بتعد كام جلسة فأنا قلت لها طب معلش إحنا ممكن نغير بس السؤال إحنا حناخد كام شهر فلقيتها في حالة زهول فقالت لي لأ أنا سمعت إن إحنا أي يدخل ياخد تلك جلسات أيوة ويطلع ما عندوش أي لدغات الطفل ده كان عندو اللي لدغات في 13 حرف 13 حرف ده بلا مبالغة يعني ده فاكرة ده كويس فقالت لها مش ممكن هتاخد تلك جلسات تصلحي 13 حرف حتى بالعقل كده إنتي هتصلحي خمس حروف في كل جلسة لو إنتي بتتكلمي كده ده استحالة ففي برضو خلط للمعلومات إنتي مش هتدخلي تاخد الجلسة تطلعي شكل تاني ما فيش حاجة اسمها كده فإنتي عايزة تدي وقت للشغل عشان يجيب نتيجة اللي هو الوقت المنطقي مش وقت مبالغ فيه فلازم تبدأي بادري عشان تضماني إنك تخلصي بادري ولما يجي معاد انترفيو المدرسة ما تعوديش بقى إيه ساعتها محتاسة مش عارفة تعملي إيه فعلا الناس بتبقى ساعة انترفيو المدرسة تبقى والناس اللي بتكمل معاهم من لدغة يعني بصليك كبر والدغ في اللي في اليه في الريه مش عارف حسب اللدغة ده بيبقى ما تعالكش ولا هي أساس عاد الأهالي بيتعاملوا مع الموضوع على إنه نعم محاجة لزيزة هو حيك أي لدغة في الدنيا لو بدأتها بس نسا كنا بيقولون البداية البادري في اللدغة البداية البادري برضو تتخلص بدري بس اللدغات هي الحاجة اللي لو بدأتها في سن 60 سنة تتعالج ما فياش أزمة تتعالج تتعالج بس بشارط ما يبقاش فيه حاجة عضوية في اللسان والفك والأسنان يعني ما ينفعش يبقى أنا عندي مثلا أسنان أمامية مفقودة وأقول أنا هعالج مثلا اللدغة في حرف السين طب ما هو اللسان ما عادي برا البق طب أنا هعالجها إزاي فلازم الأسنان بتاعت الطفلة تبقى مكتملة ونبدأ أن أعالجها يعني فيش حاجة عضوية مفيش حاجة عضوية مع الثلاث طفل فلو أنا استثنتي المشكلات العضوية خلاص أنا أبدأ ممكن أبدأ السن اللدغة بدأ السن الثلاثة ممكن سن أربعة بس ليه طب ما نبدأها في السن المناسب وخلص بدري أخلص بدري فهي النصيحة الرئيسية سنة ونص نبتدي نبدأ نتحرك اللدغات بقى حتختلف شوية لأن كل اللدغة وليها السن النمو بتاعها ففي اللدغات ما ببدأش قبل سن الثلاث سنوات دي تختلف إنما لو طفلة متأخر في الكلام ابدأ يبدري أحسن تخلص يبدري شكري جدا على هذا اللقاء الجميل دكتورة رانا سعد شكري أمراض تخاطب كلية طب جامعة الأزهر نورتينا النهاردة شكرا مرسي شكرا جزيلا مشاهدين في كل مكان ساعدنا بوجودنا معكم النهاردة فعلى وعد دائم بلقات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنسبح لكم